اهلا بكم.. النهاردة متحدث عنieren ويوز 10 وايضا كما نقشي في دریاب هندوس وندوس وغير نروح الـ Settings تمام؟ ونمشي بالتاب مرة واحدة لغاية Devices ونمشي بالتاب مرة واحدة لغاية Network Personalization Personation ندوس على Enter Setting List ونمشي بالتاب مرة واحدة لغاية الـ List Background و Colors Not Lock Screen Not Selected لغاية Themes نمزل بالأسفل ندوس المتاح همشي بالتاب لغاية منوصل حاية اسمها Desktop Icon Settings Advanced Sounds Desktop Icon Settings Link هندوس حوالي 3 مرات هتبقى هي الثالثة هندوس على Space Desktop Icon Settings Dialogue Desktop Icon Property Page Desktop Icon Grouping عشان ما يتوشن عنه في الكلام هو بيوقفنا مباشرة على الليستة اللي فيها ZSBC اللي هي User File كاسم User ونتورك ورسيكل بين كنترول بنا أو ما بنقف نقف على الكلمة بتاعة ZSBC اللي هي My Computer اللي هي اللي هي بتقنا على اكترايب بتاعه أو الهارد بتاعه ندوس على مستره User File ورسيلم ندوس بالدوسع ندوس على ندوس ورسيلم ورسيلا وازم منا لنعلم هنا كمان كنترول وطلر كنترول ورسيلا نعلم أنها هنا كمان نجلب تنجلب تتبقى تبقى بقى كده بننجع بالشفت والتاب غير list themes هننزل بالإنت نرجع بالشفت والتاب عشان هنا بقى نغزهر الايقونات على السيستم ترين هنضغط على دي وبقى كده همشي تاب مرة واحدة هنضغط على دي وكده يكون زهرت الايقونات على الديسكتوب وين على السيستم ترين تعالوا روح نشوفها على الدسكتوب دسكتوب لانت كنترول panel ظهرت نتورك ظهرت This PC ظهر. تعالوا على Assistant Tray. User ZDsoft's Internet Download Manager button. This PC برنامج أنا مستخدمه. ZD's Internet Download Manager button. وإنت أمتلك دولت مانجر. PC status protected button. وال PC وهي Windows Defender. NVDA button. وال NVDA. Network Internet Access button. والنتWORK. وكده يكون ننتهي معنا الدرس. وإن شاء الله تكون كان درسي واضح وإن شاء الله تستفيدوا بنا.